اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة البروفليرنك في الفيديو ده نشرح ايه هو حاصل الدرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين وبعدين نوضح ازاي نقدر نجيب لحاصل الدرب الديكارتي ده في البداية لو كان عندنا مجموعتين منتهيتين وليكن مسلا سين وصاد فاحنا بنسمي حاصل درب المجموعتين دول في بعض بحاصل الدرب الديكارتي وبنرمز لي بالرمز سين درب صاد وهو عبارة عن مجموعة جميع الازواج المرتبة اللي مسقطها الاول بيبقى عنصر من مجموعة سين ومسقطها التاني بيبقى عنصر من مجموعة صاد يعني نقدر نقول كده ان سين درب صاد هي مجموعة الازواج المرتبة الف وبي بحيث الالف واللي هي المسقطة الاول هنا بينتمي الى سين والبي واللي هي المسقطة التاني بينتمي الى صاد وعلشان نقدر نفهم اكتر الكلام دوت تعالى نشوف مثال فمثلا لو كانت سين هي عبارة عن مجموعة العناصر واحد واثنين وصاد هي مجموعة العناصر 3 و 4 فهنقدر نجيب سين ضرب صاد عن طريق اننا نوزع عناصر المجموعة سين على عناصر المجموعة صاد ونكتبهم في مجموعة على هيئة ازواج مرتبة يعني معنا كده سين ضرب صاد هتساوي المجموعة اللي بتحتوي على الزوج المرتب 1 و 3 والزوج المرتب 1 و 4 وكمان الزوج المرتب 2 و 3 واخر حاجة الزوج المرتب 2 و 4 وتبقى المجموعة دي هي اللي بتعبر عن حاصل ضرب الديكارتي وزي ما انت لاحظت هنا انه نتج من حاصل ضرب الديكارتي للمجموعتين 4 ازواج مرتبة واحنا نقدر نجيب عدد الازواج المرتبة الناتجة من حاصل ضرب المجموعتين دول عن طريق نهي نضرب عدد عناصر المجموعة الاولى في عدد عناصر المجموعة التانية وبنرمز لعدد العناصر بالرمز نون يعني هنا نون لسين ضرب صاد هتساوي 2 في 2 يعني هتساوي 4 ازواج مرتبة يعني معنى كده أنه مش لازم نجيب حاصل الضرب الديكارتي علشان نقدر نعرف عدد الأزواج المرتبة هتبقى فيه كام طيب تعال دلوقتي نشوف إزاي نقدر نمثل حاصل الضرب الديكارتي دا الحقيقة هنقدر نمثل حاصل الضرب الديكارتي بطريقتين الطريقة الأولى وهي طريقة المخطط السهمي وهي عبارة عن أننا بنرسم شكلين واحد فيهم بيمثل المجموعة سين والتاني بيمثل المجموعة صاد وبعدين بنكتب في كل شكل العناصر اللي بتمثل كل مجموعة يعني في الشكل الأولاني هنكتب العنصر واحد واثنين والشكل الثاني هنكتب العنصر تلاتة واربعة وبعدين نبدأ نرسم أسهم بتبدأ من المجموعة صين إلى المجموعة صاد تبعا طبعا لكل زوج مرتب يعني أول زوج مرتب هنرسم له سهم من الواحد للتلاتة وتاني زوج مرتب هنرسم له سهم من الواحد للأربعة وتالت زوج مرتب هنرسم له سهم من الاتنين للتلاتة وآخر زوج مرتب هنرسم له سهم من الاتنين للأربعة ويبقى هو ده الشكل النهائي لمخطط السهمي واللي بيمثل حاصل الضرب الديكارتي لسين ضرب صاد أما الطريقة التانية لتمثيل حاصل الضرب هو مخطط الديكارتي أو أحيان بنقول عليه المخطط البياني وهي طريقة شبيهة للشبكة التربعية فإحنا بنرسم الإحداثيات اللي احنا عارفينها وبنسمي المحور أفقي للمجموعة سين والمحور الرأسي للمجموعة صاد وبنكتب على كل محور العناصر اللي بتمثل كل مجموعة زي ما انت شايف دلوقتي بالزبط وبعدين يمثل كل زوج مرتب في حاصل الضرب الديكارتي بنقطة على الشبكة التربعية ويبقى هو ده الشكل النهائي لمخطط البياني اللي بيمثل حاصل الضرب الديكارتي لسين ضرب صاد ولازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا وهي ان حاصل الضرب الديكارتي عملية غير إبدالية فزي ما انت شفت من شوية ان حاصل الضرب الديكارتي لسين ضرب صاد كان بالشكل دوت أما لو بدلنا بقى وجبنا حاصل الضرب الديكارتي لسين ضرب صاد فهيكون بالشكل ده وزي ما انت شفت دلوقتي ان النواتج مختلفة خالص يعني معنى كده سين ضرب صاد مش بتساوي صاد ضرب سين لان الزوج المرتب واحد وثلاثة لا يساوي طبعا الزوج المرتب ثلاثة واحد فبخلي بالك جدا من المعلومة ديت طيب تعالا بقى دلوقتي نشوف مثال تاني المثال بيقول اذا كانت المجموعة سين فيها العنصر خمسة والمجموعة صاد فيها العناصر واحد وثلاثة وخمسة والمطلوب هو اننا نجيب سين ضرب صاد وكمان نمثله بمخطط ساهم زي ما اتفقنا من شوية علشان نجيب حاصر الدرب هنبدأ باننا نوزع عناصر المجموعة سين على عناصر المجموعة صاد ونكتبه في المجموعة على هيئة ازواج مرتبة علشان كده سين ضرب صاد هتساوي المجموعة اللي بتحتوي على الزوج المرتب خمسة وواحد والزوج المرتب خمسة وثلاثة والزوج المرتب خمسة وخمسة وبالتالي بعدد الازواج المرتبة هنا هو ثلاثة وده طبعا كلام مظبوط لأن نول لسين ضرب صاد هيساوي واحد في ثلاثة واللي هي بثلاثة أما بالنسبة لمخاطط السهمي فهنرسم شكلين واحد بيمثل المجموعة سين والتاني بيمثل المجموعة صاد وبعدين نكتب في كل شكل العناصر اللي بتمثل كل مجموعة وبعدين نرسم الأسهم اللي بتعبر عن كل زوج مرتب بدءا من المجموعة سين للمجموعة صاد ويبقى هو ده الشكل النهائي لمخاطط السهمي اللي بيمثل حاصل الدرب الديكارتي لسين ضرب صاد طيب خليني بقى دلوقتي أسألك سؤال هل تفتكر ممكن نضرب مجموعة في نفسها؟ الإجابة هي العام تعال نشوف إزاي فمثلا لو كان عندنا مجموعة سين فيها لعناصر واحدة واربعة وكان المطلوب إننا نجيب سين ضرب سين أو أحيانا بنقول عليها سين اتنين مش سين تربيع عشان إحنا هنا بنضرب مجموعات فبنفس الطريقة اللي فاتت بالزبط هنقرر المجموعة سين مرة تانية وبعدين نوزع كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى على كل عنصر من عناصر المجموعة التانية يعني نقدر نقول إن سين ضرب سين تساوي المجموعة اللي بتحتوي على الزوج المرتب واحد وواحد والزوج المرتب واحد واربعة والزوج المرتب أربعة وواحد والزوج المرتب أربعة واربعة وبالتالي بعد الأزواج المرتبة في حاصل ضرب ديكارتي دوت هو أربع أزواج مرتبة وده طبعا كلام مظبوط لأن نول لسين ضرب سين هتساوي اتنين في اتنين واللي هي بتساوي أربعة أما بالنسبة لمخاطط السهمي فممكن هنمثله بطريقتين الطريقة الأولى زي اللي احنا تعلمناها وشوفناها من شوية أما الطريقة الثانية من مخاطط السهمي هي أنها نرسم دايرة فيها العنصر الأولاني واللي هو الواحد ودايرة تانية فيها العنصر الثاني واللي هو الاربعة وبعدين نرسم سهم على الدايرة الأولى واللي هيمثل الزوج المرتب واحد واحد وبعدين سهم من الدايرة الأولى للدايرة التانية واللي هيمثل الزوج المرتب واحد واربعة وبعدين نرسم سهم من الدايرة التانية للدايرة الأولى واللي هيمثل الزوج المرتب أربعة وواحد وبعدين نرسم آخر سهم على الدايرة التانية واللي هيمثل الزوج المرتب أربعة واربعة وهيبقى الشكل دوة واللي بنسميه بشكل العروة بيعبر برضو عن حاصر الدربة ديكارتي لسين اتنين وبكية تكون تعلمنا ازاي نقدر نجيب حاصر الدربة ديكارتي لمجموعتين منتهيتين وازاي كمان نمثله مخطط ساهمي او مخطط ديكارتي بس خلينا اقولك في الاخر كده شوية ملاحظات مهمة الملاحظة الاولى هي اننا لما نيجي نضرب اي مجموعة منتهية في المجموعة الخالية واللي هي فاي فالنتيجة هتكون هنا فاي اما بالنسبة لعدد العناصر لما نيجي نضرب برضو اي مجموعة منتهية في المجموعة الخالية فيكون عدد ازواج مرتبة هو سفر الملاحظة التالتة هي ان لو كان الزوج مرتب 3 و 5 بينتمي لحاصر الدرب سين ضرب صاد فبنقدر نستفيد من كده ان التلاتة هتنتمي للسين والخمسة هتنتمي للصاد واخيرا لو كان نون سين بتساوي 4 ونون صاب بتساوي 3 فاكيد كده نون لسين ضرب صاد هتساوي 4 في 3 يعني هتساوي 12 في النهاية نتمنى ان يكون الشرح كان واضح ومفيد وما تنسوش لو فيه اي اسئلة واستفسارات تكتبها لنا في التعليقات وانتظرونا في موضوع اخر ان شاء الله شكرا لكم ومع السلامة شكرا لكم